من حق كل مصري أن يفخر ببلده وأن يفخر بهذا الأداء الذي كان مثار حديث الجميع بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة انتهاءا بكل المسؤولين الذين حضروا في اجتماعات الدورة السبع عشر لمؤتمر المناخ التي عقدت في شرم الشيخ اسم مصر أصبح يتردد في كل أنحاء العلم مشاركة واسعة من جانب وفود أكتر من 190 دولة وحوالي 40 ألف مشارك وممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ غير وسائل الإعلام المتعددة اللي حضرت وشفنا الحقيقة كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية الافتتاح والدعوة التي أطلقها بضرورة السعي لتحقيق السلام بين روسيا وبين أوكرانيا على كل حال أعتقد أن كلام الرئيس حمل مجموعة من الرسائل ذات الأهمية الرسائل اللي وجه الرئيس إلى العالم تليق بحدث أمميه هذا الحدث الذي شهد توافد كل هذا العدد من القادة ومن ممثل الحكومات وممثل منظمات المجتمع المدينة المعالجة اللي قدمها الرئيس السيسي في تناوله لأزمة المناخ أظهرت مقدار ما تتمتع به الدولة المصرية من رؤية عميقة لهذا المناخ الرئيس تعامل مع القضية دي على أنها قضية مصيرية وأنها واحدة من أكبر التحديات اللي بتواجه العالم على الإطلاق وأيضا أعرب عن أمله في بذل كل الجهود من أجل تنفيذ خطوات مهمة في هذا المجال وأكد على أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ بتتكرر وده بيؤكد الحاجة الملحة عشان ننهي هذا الأمر رسائل الرئيس حملت حرص على البشرية أيضا توطيد أواصر البناء والعمران في الدولة المصرية أكد عليها من خلال المشروعات القومية العملاقة التزام بالمعايات البيئية وإحنا بنعمل هذه المشروعات حرصا من مصر على نظافة البيئة وأيضا إدراكا لخطورة التغيرات المناخية والملاوسات البيئية اللي بتتم على البشر من كل اتجاه الجميع لاحظ مقدار ما يريد الرئيس السيسي الحفاظ عليه من إنسانيات وحفظ للمصير بتاع البشر وأيضا ضمن مسعيد الحفاظ على البشر والبيئة النظيفة أطلق الرئيس من أرض السلام في مدينة شرم الشيخ دعوة جابت الأفاق جميعها لوقف نزيف الدم والأرواح في الحرب الروسية الأوكرانية وأعلن شخصيا عن استعداده للتحرك فورا مع قادة العالم ليقاف هذه الحرب المدمرة للبشر وشوفنا الناس بتسقف ازاي وتعرب عن دعمها وتأييدها وده تمثل في كلمة شيخ محمد بن زايد اللي تلت كلمة الرئيس أبا فتح السيسي مباشرة وعدد من قادة الدول اللي رأوا بالفعل أن هذه المبادرة التي أطلقت من أرض مصر ومن منطقة شرم الشيخ وفي حضور هذا يعني هذه الكوكبة من زعماء وقادة العالم إنما تدعو الجميع لأن يفكر جيدا كيف يمكن أن تلعب البشرية دورا مهما في إنهاء هذه الحرب التي تأكل الأخضر والليابس والتي تداعياتها وصلت إلى كل بلدان العالم بلا جدا ترجمة نانسي قنقر